الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجادية عربية تشنج المريء المريء هو عضو أمبوبي في جهاز الهضم يقوم بنقل الطعام من الفم إلى المعدة عبر تقلصاته المنتظمة والمتناسقة والتي تدعى بالحركة الحيوية للبريء وعندما يحدث اختلال في هذه التقلصات بحيث تصبح غير منتظمة أو لا متناسقة أو قوية جدا فنكون أمام حالة تدعى تشنج المريء والتي تعيق وصول الأطعامة إلى المعدة والتشنج المريء نوعان تشنج المريء المعمم وتكون تقلصات المريء غير متناسقة وغالبا ما يرافقه ارتداد الأطعامة والسوائل إلى الفم مريء كسارة البندق حيث تكون تقلصات المريء متناسقة ولكنها قوية جدا مما يسبب ألما شديدا عند مرور الأطعامة ونادرا ما يرافقه ارتداد الأطعامة لا يعد تشنج المريء شائعا وتتشابه أعراضه مع حالات أخرى كالقلص المعدي المريء أي عودة الحمض المعادي والعصارات الهاضمة من المعدة باتجاه المريء المريء العرطل اللا ارتخائية الشلازيا وهو خلل في عمل الأعصاب المعصبة للمريء مما يسبب تعطلا في وظيفة كل من عضلات المريء والمصر المريئية السفلية ما الذي يسبب تشنج المريء؟ لا يزال سبب تشنج المريء غير معروف تماما ويعتقد معظم الأطباء أنه ناتج عن خلل في عمل الأعصاب المسؤولة عن تنصيق عملية البالع وقد تؤدي الأطعمة الباردة أو الساخنة كثيرا عند بعض الناس إلى تشنج في المريء وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بتشنج المريء من الرجال وكما أن هناك عدة عوامل قد تزيد فرص الإصابة بتشنج المريء مثل الحرقة في الصدر هيرتبورن والقلص المعيدي المريئي والتوتر والقلق ما هي أعراض تشنج المريء؟ الألم الصدري يعاني معظم المرضى من ألم عاصر في الصدر ينتشر إلى الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك مما يجعلهم شابها للألم القلبي ألم الذبحة الصدرية ويعتبر تشنج المريء مسؤولا عن أقل من 10% من الألم الصدري من منشأ غير قلبي لذلك لا بد من استشارة الطبيب فورا عند شعورك بالألم الصدري لنفي السبب القلبي أو معالجته إن وجد عسرة بلع أي الغصة أي صعوبة في بلع الأطعمة أو السوائل وقد يحدث ألم عند البلع مع إحساس بأن الطعام علق في الحلق أو في الصدر ارتداد الأطعمة وربما السوائل عبر المريء شعور بحرقة في الصدر هرتبيرن تجشؤ قد تتنوع أعراض تشنج المريء وتختلف شدتها من يوم لآخر وكما أنها قد تستمر عدة دقائق أو ربما عدة ساعات كما أنها من الممكن أن تترافق مع الأكل بسرعة أو مع المشروبات الباردة والساخنة التشخيص يقوم الطبيب بأخذ القصة السريرية حيث يسألك عن الأعراض التي تشعر بها ومتى شعرت بها وما هي الأطعمة أو المشروبات التي تسبب لك تشنج المريء وما هي السوابقك الملضية ويؤكل التشخيص بإجراء بعض الفحوصات ومنها صورة الإكس راي صورة بالأشعة السينية للمريء وذلك بعد شرب مادة الباريوم قياس ضغوط المريء إسوفوغيل مانومتري وذلك لقياس التقلصات العضلية للمريء بعد شرب الماء لاستخدام أنبوب موصول بجهاز يقيس الضغط داخل المريء قياس حموضة المريء إسوفوغيل PH Monitoring وذلك للكشف عن ارتجاعه وارتداد الحمض المعدي إلى المريء التنظير الهضمي إندوسكوبي لرؤية المريء من الداخل المعالجة تهدف معالجة تشنج المريء إلى معالجة الحالات المرضية الأخرى التي قد تزيد التشنج سوءا كمعالجة القلص المعدي المريء عند وجوده وذلك بتغيير نمط الحياة واستخدام بعض الأدوية المخفيفة لكمية الحمض المعدي وتتضمن معالجة تشنج المريء أيضا تغيير الأطعمة أو الأشربة فمن الممكن أن ينصف الطبيب بعض الأطعمة والسوائل التي تجعل عملية البلع أسهل التوسيع ويكون بوضع جهاز داخل المريء يقوم بتوسيع المناطق المتضيقة منه بحذر وعناية ويمكن استخدام هذا الإجراء أكثر من مرات عند الحاجة إليه الجراحة وتجرى للمرضى الذين يعانون من مشاكل تؤثر على المصرة المريئية السفلية المريء العرطة مثلا الأدوية وتوصف الأدوية عند عدم القدرة على القيام بالجراحة أو التوسيع ومن هذه الأدوية بوتيولينوم توكسين الذي يقوم بإرخاء عضلات المريء بعض النصائح التي عليك اتباعها في المنزل عند إصابتك بالشنج المريء عليك أن تتجنب تناول الأطعمة شديدة الحرارة أو شديدة البرودة ولا بد لك من أن تخفف توترك أو شدة نفسية التي قد تزيد فرص إصابتك بالشنج المريء اشتركوا في القناة